طيب في الراپ سين دلوقتي ظهر ستايلز مختلفة ظهر الثراب غير الثراب كمان فرأيك اي كرابر في الراپ السين المصري أو سين الراپ في مصر السين الراپ في مصري يعني مؤخرا في السنين الأخيرة من 17-18 من أقوى السين زي في الوطن العربي بجد يعني كأرقام وكستايلات بدأ يظهر أصلاً كاراكترز ورابرز بستايل جديد مش مالجين حد مش مالجين حد فيهم ان هم لا ده بنقلد و بنعمل زي وتحتية مش مالجين حد كشمسية لأ في استايلز جديد طالع أصلاً كرابرز فدخل لنا ان احنا مؤخراً نبقى من يعني عمش عايز اقول توب ون في الوطن العربي بس يعني من أقوى السينز في الوطن العربي أقوى السين في الوطن العربي أو السين الراب المصري في المستقبل هل هستمر ولا القماشة هتبقى قليلة ولا حيب أزال مهرجانات كده يعمل بوم وتلاقي هيدي شوية أولاً مهرجانات ما عملتش بوم وهيدت هولاً بيخلى أي حاجة انها تعمل فد انها مبقاش فيها جديد أوكي طول من انت محافظة على الجديد وبتجدد مش بتعمل حاجة عشان هي مثلاً نضربت لك فبتعملها تاني سوال تعملها تعملها مش تنجح ده تفكير سيء طول من انت بتعمل جديد هتنجح يعني زي ما بنقول كده بلغة الوسط لأ القماشة بتاعت الراب تكمل أه طبعاً عريضة متنوعة فيها حالات كتير تتلع منها طبعاً بالزلط طيب أنا عايزة عارف بقى من الراپرز المفضلين اللي انت تحب تشتغل معهم طبعاً فورشور نعرفنا زياد زوزة ده فورشور مين تاني يحبب ان انت تشتغل معاً؟ طبعاً كل الراپرز المصريين نحب اشتغل معهم بقد يعني من اصغر واحد لا اكبر واحد لا لا يعني يشرفني طبعاً ننشتغل مع اي حد